اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده هذا الالتزام بالخط الوطني لخدمة بلده اللجنة الحكام الرئيسية برئاسة مارك كلاتنبرج الانجليزي اعلنت عن طاقم حكام مباراة القمة اللي حتكون تمانية ونص مساء السبت باستاذ القاهرة طاقم حكام من سوليفينيا باشموندس الحكم سلافكو فين تيشتش حاولوا تحفظوها بقى سلافكو فين تيشتش ده حيساعدوا توماس كلانسيك واندراز كوفاسيتش والحكم الرابع نادر امر الدولة الحكم المصري وحكم الفار ماتي جورج من سلوفينيا وبيساعدوا عين بروساك من سلوفينيا ايضا اذا انطاقم كله سلوفيني للملعب والفار والحكم الرابع نادر امر الدولة الملاحظة اللي انا ملاحظها دلوقتي كل توجهنا ان احنا نجيب حكام من اوروبا الشرقية يعني مش عارفين نشوف زي زمان كان بييجي من انجلترا وكان بيجي من ايطاليا وكان بيجي من المانيا كان بيجي من فرنسا اه طيب الحكم ده يا جماعة عند 44 سنة تحديدا من موليد 25 نوفمبر 79 ادر 16 مباراة في 23 يعني 16 مباراة في خلال الشهر ده فقط صعبة فصعبة تقول لا لا هي 22 هو يقصد 22 قطع اه في موسم 22 23 يعني في الموسم اه طبعا وادار مباراتين في كأس العالم 22 ادار 394 مباراة خلالها اشهر كان 1655 انذار ده دليل انه صارم يعني ايده في جيبه كتير ايده في جيبه على طول واستخدم الكارت الاحمر اه 56 مرة 56 مرة كارت احمر استخدم البطاعة الكارت الاحمر المباشر 43 مرة احتسب 93 ضربة جزاء يعني ايده في جيبه وصفرته في بقه على طول بدأ المسيرة الدولية 20 عشرة اعتبارا من يوليو 2021 كان مسئول عن 12 مباراة في دوري ابطال اوروبا و19 مباراة في الدوري الاوروبي بما في ذلك ربع نهاية دوري ابطال اوروبا اذا مسيرة حكم في كأس العالم الاخيرة في قطر وكان له حضور بارز وواضح اه حكم مدشين ده الحكم السلوفيني لمباراة الاهلي والزمالك 8 ونص مساء السبت ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة